وينضم معي الآن مباشرة من بغداد الخبير القانوني والمحلل السياسي صباح الكربولي سيد صباح أهلا بك معنا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم في البداية وعلى ما يبدو خلافات تلوح في الأفق فيما بين كتلة القرار وتحالف القوة بسبب إصرار الأولى على ترشيح السيد أسامة النجيفي لمنصب رئاسة البرلمان بينما أثانيا تصير على ترشيح محافظة الأنبار محمد الحلبوسي شكرا جزيلا على الاستضافة في الواقع الخلاف مسألة طبيعية حقيقة حول تسنب منصب رئاسة مجلس النواب وتمثيل المكون السني بالنتيجة هناك في الواقع نظام داخلي للمحور الوطني وبالتأكيد أيضا يخضع هذا الموضوع وحسمه إلى الفضاء الوطني والكتلة السياسية الأخرى التحالف الوطني والتحالف الكردساني كل هذه المسائل والعوامل حقيقة هي من تحدد في الواقع في الأيام القليلة القادمة حسم هذا الأمر ويكون مرشح سيد صباح بعيدا عن هذه العوامل اللي هي خارجة عن تحالف المحور الوطني كان في بيان لتحالف المحور يقول بأن أغلبية الأحزاب والكتل المنضوية تحت المحور الوطني يعني تؤيد ترشيح سيد أسامة النجيفي بينما تحالف القوى يسر على سيد محمد الحلبوسي وفي بيان آخر هناك حزاب أخرى منضوية تحت المحور الوطني ألا وهي كل من التجمع المدني الإصلاح المسار المدني التقدم المدني الحور إضافة إلى اتحاد القوى كلها رشحت السيد أيضا محمد تميم لرئاسة البرلمان برأيك هل سنشهد انفكاكات في المحور الوطني بسبب هذا الموضوع؟ لا ليس انفكاكات وأن مسألة طبيعية يكون تنافس كما في الكتل الأخرى حول رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مسألة طبيعية يكون هذا التنافس وهو تنافس شريف والشخصيات في الواقع المرشحة والشخصيات مرموقة في الواقع لتولي هذا المنصب للحساس الرئاسي الذي يمثل المكون السني وقبل هذا في الواقع بالتأكيد جمهورنا في المناطق الغربية يركز على البرنامج السياسي القادم للمرحلة القادمة ولاود أن هذه المعاناة التي طالت كمراقب سيد صبح أيهما تجد أقرب إلى كرسي رئاسة البرلمان؟ حقيقة كل شخصية تجربتها وعمقها في الواقع والعلاقات السياسية الوطيدة مع الكتل الأخرى لا أستطيع في الواقع أن أحسم هذا الأمر الموضوع متروك إلى الفضاء الوطني وإلى مسألة النظام الداخلي داخل المحر الوطني كل الشخصية حقيقة جيدة ولديها إمكانيات قانونية وخبرة سياسية في إدارة مجلس النوار بالحديث عن الحوارات الدائرة ضمن الفضاء الوطني ما بين المحور وبقية الكتلة الأخرى بهدف تكوين أو تشكيل الكتلة النيابية الأكبر بالتالي تشكيل الحكومة الآن أين تجد المحور الوطني أقرب إلى أي جهة إلى يمكن تحالف سائرون ومعه النصر والحكمة والوطنية أم إلى الفريق الآخر الذي هو الفتح ومعه دولة القانون ومن معهم بالتأكيد الذي يقترب من برنامجنا السياسي في المرحلة القادمة سيكون له الحظ الأوفر في قضية الاتفاق على الكتلة الأكبر ومثل ما أسلفت كانت المعاناة الطاغية في المرحلة الماضية حقيقة التركيز يكون على البرنامج الحكومي بالدرجة الأولى والمشاركة بالقرار السياسي وقضية الإعمار والخدمات وحقيقة التوازن وكل المسائل حقيقة اللي يعانى منها المكون السيني ومنها أيضا المعتقلين وقضية التعديل الدستور هذه حقيقة مسائل مهمة ورئيسية ممكن أن يكون حقيقها حول الاتفاق وفق ضمانات في الواقع وسقوف زمنية ممكنة حتى تحدد هذه الأولويات الملحة التي حقيقة باتت حادة على جمهورنا في المناطق الغربية من مواجهتها ومعالجة نعم ولكن حتى الآن حتى الآن إلى أي جهة يعتبر المحور الوطني أقرب لحد الآن حقيقة على مسافة واحدة مع الجميع يعني وننتظر في الواقع في المفاوضات الثنائية والمتعددة القادمة ممكن حسم هذا الموضوع قبل الجلسة التي دعا إلها رئيس الجمهورية عام 3-9 نعم اليوم كان هناك اجتماع مع الوفدين الكرديين الاتحاد الوطني وديمقراطي الكردستاني ذهب إلى أربيل وفد كل من النصر من كتل النصر والحكمة وسائرون والوطنية التقى بقادة الحزبين الرئيسيين ولكن هذا الاجتماع لم يشح عنه شيء حتى الآن لم يظهر أي برنامج لم يظهر أي تعليق رسمي حتى اللحظة برأيك لماذا كل هذا التكتم على هذا الاجتماع وهل تعتقد بأنه يكمن خلف هذا السكوت اتفاقات قد تحقق مكاسب سياسية أكثر للحزبين الكرديين مع المحور الوطني يعني في الواقع ما زالت المفاوضات سرية وهناك حقيقة مطالب واتفاقات وأيضا المفاوضات تحمل مفاجآت ربما ما زالت حقيقة يعني الرمال متحركة في كل الاتجاهات ولم تتبلور لحد الآن اتفاقات واضحة وصريحة ممكن الإعلان عنها عن طريق الإعلان والمرحلة القادمة أعتقد سوف تكون حاسمة في قضية الاتفاقات وأبراز الكتلة الأكبر التي ممكن أن تتكون في البرلمان وينطلق منها طبعا تشكيل الحكومة ما زال الوقت مبكر في الواقع للحسن طيب طيب فيما لو لم تتشكل كتلة نيابية كبيرة في الوقت الذي حدده رئيس الجمهورية معصوم ما نصير هذه الجلسة سوف تمدد إلى دورة حقيقة الجلسة الأولى سوف يكون فيها رئاسة الأكبر العضاء سنًا في إدارة الجلسة وفتح الباب حقيقة للترشيح لرئاسة المجلس والناب الأول والناب الثاني هذا هو موضوع الجلسة الأولى سوف يكون ومن ثم يفتح الرئيس بالبرلمان الجديد يفتح الباب للترشيح لرئاسة الجمهورية وتأخذ وقت حقيقة في موضوع انتخاب رئاسة الجمهورية بثلثين يعني مئتين وعشرين صوت ومن بعد رئيس الجمهورية الجديد سوف يكلف الكتلة الأكبر التي تكلف حقيقة بترشيح مرشحها لتشكيل الكابينة الوزارية طبعا هذه وفق مدد الزمنية سوف يمنحها طبعا منحها توقيتات دستورية ولابد من الالتزام بها خلال شهر حقيقة رئيس المرشح لرئاسة الوزراء أن يشكل الكابينة الوزارية خلال ثلاثين يوم وإذا ما فشل ممكن تكلف الكتلة الثانية بترشيح رئيس الوزراء خلال وفمسطعش يوم هذه التوقيتات الدستورية من الواجب حقيقة الالتزام بها والعمل عليها نعم شكرا جزيلا لحضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير القانوني والمحلل السياسي صباح الكربولي ولو لم أن م به م